اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالات في الحقيقة تستدعي وجود السلطة التشريعية الآن وتدخل الرئيس مرسي باعتباره يمثل السلطة التشريعية الآن خصوصا ما يتعلق بتشريعات مكافعة الفساد يعني الحقيقة احنا دلوقتي بننشئ لجنة وطنية لاسترداد المال من الخارج والداخل وهذا يستدعي عمل كبير بجوار هذه اللجنة اولا هذه اللجنة يجب لكي تنشأ ان تصدد بقرار من رئيس الجمهورية بتشكيل واسع يشمل الجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني والجهات القضائية والدبلوماسية والاجهزة الاخرى التي تعمل في مجال موجهة الفساد واسترداد المال زي غسيل المال ووحدة غسيل المال زي الكسب غير المشروع وغير ذلك النقطة الثانية انه ذلك يستدعي في الحقيقة الحصول على معلومات وبالتالي فعندنا مشروع حرية تدول المعلومات والوصول الى المعلومات ذلك يستدعي حماية الشهود المبلغين لانه احد مصادر المعلومة انه في نفسها تبلغ لكن لا توجد حماية حقيقية لها يعني هناك شهود تم طعنهم خلال في موقعة الجمل وفي قضيقات المتظاهرية قضايا كثيرة مثل هذه وعندما نتناول موضوع ملفات سرقة المال العام بشكل حقيقي المخاطر ستزيد لهؤلاء المبلغين وللشهود وبالتالي نحن جهزنا مشروعا متكاملا لحماية الشهود والمبلغين الامر التاني انه ايضا لكي ينجح مثل هذا المسعة احنا محتاجين مكفحة الفساد في اركان الدولة العميقة التي ما زالت في الحقيقة موجودة وتحتاج جهد مكثف لاستعادتها الى الدولة الطاهرة من الدولة العميقة التحول من الدولة العميقة الى الدولة الطاهرة وده بيستدعي ان احنا ننشئ لجنة عليا لمكفحة الفساد او للنزاهة ومكفحة الفساد وهذه اللجنة يجب ان تكون مدعومة باجهزة رقابية معينة وده محتاج الى قرارات جمهورية او قرارات من رئيس مجلس الوزراء واحنا قدمنا امرا كهذه الامر التاني انه التفريق ما بين الفساد والفاسدين وما بين المستثمرين لانه جول استثمار في ذات الوقت لا نريد ان يصاب باذا واحنا بنكافح هذا الفساد فنحن نميز ما بين الفساد الذي لا يمكن التصالح معه ولا التفاهم معه وحتى اتفاقية مكفحة الفساد تحث على عدم التسامح مع الفساد لكن في مستثمرين زيهم زي المواطنين العاديين زيهم زي كثير من الموظف الدولة وقعوا في اخطاء نتيجة ووجود جو مريض بالفساد في الحقيقة في العصر السابق وبالتالي فاحنا بنحط منظومة لدفع الاستثمار وفي نفس الوقت ليكون الاستثمار مفيدا لهذه الدولة وليس مفيدا لجيوب جزء من الشعب فقط عشان الشعب يستعيد دوره داخل الاستثمار وشراكته في عوائد الاستثمار ده كان يقتضي عدد من التعديلات السريعة في قانون طبعا عدد التعديلات ضمن قانون الاستثمار عدد من التعديلات ضمن قانون التحكيم والتحكيم مرتبط بالاستثمار باعتبار المستثمر يفضل دائما لجوء للتحكيم فلزيادة تدعيم التحكيم وضماناته وفي ذات الوقت لمنع الأزل الذي قد يرتد على الدولة المصرية أو على المصلحة العامة بسبب تحكيمات في قضايا مهمة تكون الدولة ترافية أو جهات الدولة في بعض التعديلات ستمس قانون التحكيم في تعديلات أخرى تشمل كيفية التسويات مع من أخطأ من رجال الأعمال أو من قد يخطئ في المستقبل لأنه في الحياة ابن أدم خطاء يعني فبالتالي إمكانيات الخطأ قائمة وبالتالي كيفية تسوية الأمور في هذه المسائل دون حاجة للمحاكم أو اللجوء للتحكيم ففي آليات بديلة عن المحاكم والتحكيم ويسمى آليات التوفيق فتطوير لجان التسويات اللي كان أنشأت قبل كده لتصبح آليات للتوفيق برجال الأعمال والدولة بما يحفظ حقوق الدولة ده كان أمر منه أنا بس أشير كمان إلى أنه في مدن تحتاج إلى تدخل تشريع الآن مدينة بورسعيد في الحقيقة ومدينة ضمياط مدينة بورسعيد في حاجة ملحة إلى استعادة المصدر الأساسي للرزء لكثير من العائلات هل سيصدر قانون خاص بورسعيد أفندم؟ في ربما تشريع يصدر متعلق بورسعيد احنا اقترحنا تشريع يتعلق بمدينة بورسعيد لتعود مدينة حرة لكن ليس بالشكل القديم لتصبح مدينة مجرد قائمة على تجارة الاستيراد ثم التهريب إلى الداخل وإنما لتصبح قائمة فعلا كمدينة لتخزين البضائع لأعادة تصدرها لبلاد أخرى ثم ربما يضم إليها جزء يعتبر منطقة صناعية وبالتالي يكون الاستيراد بغرض إعادة التصدير مرة أخرى لتصبح مركزا لتجارة الترانزيت وبالتالي احنا عرضنا الموضوع وحضر سادة المحافظ وممثلين عن الجهات المختلفة ونقشنا هذا الموضوع وهو في حوزة اللجنة الوزارية للتشريع الآن الدكتور مرسي بقى رأيه فيه جعل منطق محلط بورسعيد ترانزيت يعني منطق بس عايزة أشير إلىنا يعني احنا ما نعرفش رأي الدكتور مرسي ده شغل شغلنا وسيعرض عليه وسيدلي فيه بدلوي ويحدد فيه قرار الموضوع دميات كمان موضوع مهم جدا لأنه دميات تحتاج إلى أن تصبح منطقة صناعية للأثاث ودوت في اتجاهنا لإنشاء مصانع مناطق صناعية متخصصة مش مناطق صناعية فقط وإنما مناطق صناعية متخصصة والنموذج فيه سيكون مدينة دميات ثم ربما ننتقل إلى مناطق صناعية لتجميع السيارات مناطق صناعية البتروكيمويات وهكذا في مناطق أخرى النظميات ستصبح نموذجا للمناطق الصناعية المتخصصة وهي عندها مؤهلات أن تصبح منطقة صناعية للأثاث في هذا الموضوع الاعتبار أنه عندها ميزة نسبية في هذا الموضوع ست الوزير الفانديم حدثك بتخترح قوانين خاصة بصناعات متخصصة في مناطق أخرى لصناعة السيارات أو ما إلى ذلك نحن خلينا لما يكلم عن تشريع قد يشمل قانون أو قرار جمهوري أو قرار مجلس وزراء أو قرار رئيس وزراء أو قرار وزير حسبا للآلية يعني حكذا الوزير المختص بعد هذه القرارات أو القوانين لاحتياجات الوزراء الأخرى وفقا لما يوجه بالوزراء المختلفين احتياجاتهم أو وفقا لما نقترحه نحن إيه بأى المناطق التي تتعملون فيها صناعات السيارات لا ده الفيجن الكبير اللي سيكون دلوقتي الرؤية البعيدة اللي لسي بتتكون دلوقتي إنه الأقاليم السبع المصرية تتحول إلى فيه أقاليم اقتصادية في مصر مقسمة إلى سبع أقاليم اقتصادية تتحول إلى مناطق جذب للاستثمار فيها وفقا للميزة النسبية التي تمثلها كل إقليم وبالتالي يبقى فيه نظام استثماري ونظام قانوني للاستثمار في كل إقليم يختلف عن الآخر وفقا لميزة كل إقليم وده حيترتب عليه إنه هذه الأقاليم ستتنافس لإحداث أكبر قدر من التطوير لتحصل على أكبر قدر من الرؤوس الأموال لتحصل على أكبر قدر من الميزات لتحصل على أكبر قدر من التكريس القانوني والميزات والحوافز الاستثمارية وده يعني في الحقيقة من وجه نظرنا هدفه أن مصر كلها تبقى أماكن للاستثمار وليس فقط القاهرة وليس فقط منطقة كذا ولا منطقة كذا وإنما مناطق القاهرة كلها مناطق مصر كلها كل منطقة عندها ميز نسبية هذه الميزات النسبية كيف نفعلها ونحولها إلى جوازب للاستثمار هذه قضية مهمة كيف نحول منطقة الممتدة ما بين ضميات إلى العين السخنة شاملة بورسعيد وإسماعالية والسويس والضفة الأخرى من قناة السويس إلى عاصمة اقتصادية لمصر تحمل هذه النهضة وتكون هي قادرة النهضة وتبقى أشبه بهونجو كونجو ومناطق أخرى هذا هو في الحقيقة عمل تشريع يتم الآن سيادة الوزير حضراك أفندم يعني لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى كانت تناقش في مسألة تنمية سيناء بعض الأعضاء قالوا أنه جهاز تنمية سيناء وقانون لتنمية سيناء وتجعل ازدواج إداري ازدواج قانوني ازدواج في نظام الدولة نفسه قد يعقد الأمور أصلا الكلام دوت فيه وجهة نظر لكن خلينا نقول إحنا جينا وجدنا قانون صدر فعلا لتنمية سيناء القانون قائم كل ما كان مطلوبا هو اللائحة التنفيذية لي لكن جعلني أقول أن هذا القانون عرض على اللجنة التشريعية وهو ما زال معروضا ربما تدخل عليه تعديلات كثيرة لكن أنا لن أعلق عليه باعتبال أننا لم نشارك في وضعه من البداية لكن هذا القانون خرج بليل يعني نحن خرج قبل معقد مجلس الشعب بثلاثة أيام فقط ودون مناقشة أحد يعني هو دكتور كمال الجنزوري سصدره من مجلس العسكري دون معرفة من الرأي العام أصلا وفجأة وجدنا القانون صدر في الجريدة الرسمية ومجلس الشعب يحتاج أن ذاك على ذلك القانون الحقيقة أنه كل دوات زي ما أنا بقول أنه إحنا في جزء واجب علينا أن نفعله لأنه إحنا في حالة ضرورة في مسائل كثيرة لكن في جزء آخر متعلق بإعادة النظر في تشريعات كثيرة صدرت على مدار السنة ونصف اللي فاتت وفي إعادة تنقيض قوانين صادرة على مدار التلاتين سنة اللي فاتت المهمة ثقيلة في الحقيقة مش بس هذا التشريع وإنما في تشريعات أخرى عمرها 18 شهر يجب أن يعادل نظر فيها شكرا سيادة الوزيرة فاندي أخيرا بالنسبة للنظام الانتخابي هل سيكون بالقائمة بالفردي بالنظام المختلط؟ الحقيقة إحنا شكلنا في الوزارة عندي لجنة من قانونيين وممثلين للأحزاب وستكتمع الأسبوع القادم وتحاول أن تصيغ نموذجا في هذا الصدق الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أنا شكورك فاندي شكرا جزيلا شكرا في حفظ الله